أعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أمثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب عن خالصي تمنياته بالشفاء العاجل لمتسابق فريق البحرين مكلارين للدرجات الهوائية رفايل فالز الذي تعرض لحادث في طواف فرنسا وتمنى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة الشفاء لرافايل فالز وأنه ويعود لتمثيل فريق البحرين مكلارين للدرجات الهوائية في المستقبل القريب مؤكدا سموه أن رفايل فالز يعتبر من خيرة المتسابقين في الفريق ويمتلك أمكانيات عالية وحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على متابعة حالة المتسابق رفايل فالز مع الجهازين الفني والطبي للفريق وانسحب متسابق فريق البحرين مكلارين رفايل فالز من طواف فرنسا بعد تعرضه لحادث خطير تسبب في كسر فخذه الأيمن في الجولة الأولى من الطواف ووقع الحادث في بروميناد على بعد ثلاثة كيلومترات من خط النهاية عندما كان فاز فالز يقود دراجته بسرعة كبيرة بسبب الأحوال المناخية القاسية فيما لم يتعرض متسابق الفريق الآخرين لأي مكروه واستطاعوا أن يكملوا الجولة بسلام في الوقت الذي تم نقل فالز للمستشفى حيث خضع لتدخل جراحي عاجل لجبر عظمة الفخذ وتطبيب الجروح السطحية التي تعرض لها في كاتفه الأيمن ومرفقه وركبته بحسب ما أفاد طبيب الفريق الدكتور كارلو جواردزيوني وفي هذا الصدد أعرب جميع عناصر الفريق والطاقمين الفني والإداري عن خالص تمنياتهم للمتسابق بالشفى العاجل وأكد الفريق بأنه سيقوم بالإعلان عن أي تطورات بخصوص حالة فالز الصحية عند توفرها